حذر الرئيس أمين لجميل بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني من دقة المرحلة التي تستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وحمل لجميل الكتلة النيابية جميعها مسؤولية وضع المؤسسات على السكة الصحيحة لإنقاذ الوطن نحن بأمس الحاجة لأن يتم هذا الاسحقيق الرئيسي بأسرع وقت لأنه الاسحقيق الرئيسي بيرجع بيعطي رونق خاص لرئيس الجمهورية بيرجع بيحيي دور المؤسسات كلها سواء بيرجع بحط لبنان على طاولة كلها الاجتماعات الدولية نحن بأمس الحاجة بلوقت الحاضر إلى دعم الخارج بأمس الحاجة إلى دعم فعلي لأصدقاء لبنان ما أنه يوعدونا باجتماعات كبيرة بالمن والسلوى وبالنهي المؤسسات عنا في لبنان غير قادرة لاستيعاب هالدعم اللي ممكن نحصل منه من الخارج نتأمل أنه الله يوفق دولة الرئيس بري حتى يدير هالمعركة هالمرحلة الانتخابات الرئيسية الجمهورية بحكمة وبصلابة حتى قبل 25 أيار نقدر نصل لانتخاب الرئيس يمثل البلد خير تمثيل ليرجع يوحد المؤسسات وأضاف لجميل أن بكركي تضع الإطار الصحيح والجامع واصفا اجتماع الأقطاب بالإيجابي